افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم الأربعاء مجلس الضاحية الصبيحية بمدينة خرفكان ضمن طلاع سموه الدائم على كافة المشاريع المنجزة في مدن ومناطق إمارة الشارقة شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة افتتاح مجلس ضاحية صبيحية بمدينة خرفكان وبعد إزاحة الستار عن اللوح التذكاري إذانا بالافتتاح الرسمي تجول صاحب السمو حاكم الشارقة في أروقة المجلس مطلعا على ما يضمه المبنى من مجالس ومكاتب وقاعات واستمع صاحب السمو حاكم الشارقة أيضا إلى شرح حول أبرز الفعاليات والخدمات التي يقدمها المجلس لسكان المنطقة ومدى الاستفادة منها بما يحقق أدوار واختصاصات المجلس في تحقيق الألفة الاجتماعية والتواصل بين أفراد الحي ودعم ترابطهم بالإضافة إلى تواصلهم مع كافة الجهات الحكومية لإيصال صوتهم وتلبية احتياجاتهم كما اطلع صاحب السمو حاكم الشارقة أيضا على مخططات المشروعات المستقبلية لمجالس الضواحي في مختلف مدن ومناطق الإمارة موجها دائرة شؤون الضواحي والقرى بالحرص على توفير كافة احتياجات الضواحي بما يتناسب مع خصوصية كل مدينة الافتتاح حضره أيضا الشيخ ماجد بن سلطان القاسم مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى وسعادة خميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة وتمتد مساحة المبنى إلى الف وسبعة وثلاثين مترا مربعا حيث تضم مجلسين وصالة استقبال وخمسة غرف للمكاتب أما المساحة الممتدة لأرض المشروع فبلغت قرابة ثلاثة آلاف وخمسمائة متر مربع اشتركوا في القناة